اشتركوا في القناة ده كان مجال تخصصي في الجامعة بعدها الحمد لله أنا سلكت السلك الأكاديمي في الجامعة بتعيني معيد وبعد كده الحمد لله لما عملت الماجستير بدأت مدارك مساعد ومكمل في الكرير الأكاديمي ده أنا أحبه من زمان بجانب الكرير ده بالنسبة لي دائما أنا من صغري بحب نادي أهلي جدا وارتباطي فيه من الأب نحن جدا فكان عندي ميول دائما للرياضة بشكل عام أن أنا أكون مشارك في فعالياتها يعني مش مجرد أن أنا أكون بتابع الأمور أو أن أنا طبعا محب ومشجع وعشق للنادي الآلي لكن كان دائما عندي يحس من صغري أن أنا عايز أكون يعني مشارك في صناعة القرار داخل النادي يعني الحاجة دي عندي من الطفولة فأنا ببقى مقتنع دائما أنه لازم يعني أنا عايز مثلا أطلع مهندس بقى لازم أخش كولية هندسة ولازم هتعلم يعني إيه هندسة ولازم هتدرج في الحتة التعليمية دي بنفس القصة الرياضة الرياضة علم بالنسبة لي يعني الرياضة بالنسبة لي أنا بشوفها أن هي علم وعلم كبير مش علم مش أننا بناخدها كحاجة طرفيهية بس لا الرياضة علم في جماعات رياضية على العالم وستوى دلوقتي في كل الدول الأوروبية وكل الدول المتقدمة فالرياضة دلوقتي عشان أن أنا أوصل لمنصب زيادة كنت شايف أنها لازم أهل نفسي لي كويس فأهل نفسي لي كويس فبدأت أن أنا أقدمت في الماجستير بتاع الإدارة الرياضية في جامعة ريال مدريد ودي الحمد لله أحد أقوى الجامعات على المستوى التعليم الرياضي على المستوى العالم يعني هي في التوب سري وقدمت فيها وهم كانوا حتى بيختاروا يعني ناس كتير بتقدموا كانوا بيختاروا 15 واحد يعني على المستوى العالم يعني آه كلام ده كان في 2015 يعني كان قبل خالص دخولي لمجلس الإخدارة في 2017 تبادئ في التهيل بدري أول آه يعني كنت شايف أنه أنا عشان أنا أبقى مقتنع أصلا بنفسي أنه ننزل وأقدم وأخدم النادي الأهلي لأن أنت بتكلم في أكبر نادي في الشرق الأوسط في أفريق وأكيد في ملايين يحبوا أنهم يخدموا النادي الأهلي ويحبوا أنهم يكونوا متواجدين في ده شرف كبير فأنا أهل نفسي لي لازم أكون يعني أجتهد أن أنا أوصل لده فده كانت الدوافع يعني فقدمت الحمد لله وربنا أكرمني أن كنت من ضمن الخمستاشر المختارين في الجامعة بتاعت ريال مدريد ودرست يعني مع مجموعة من الدول مختلفة يعني كان معايا زميلي بقى من الأمريكا الجنوبية ومن أوروبا ومن آسيا وبالتالي كنت في أفريقيا يعني كنت أنا تقريباً الوحيد اللي موجود يعني والحمد لله يعني كانت سنة موفقة تعلمت فيها حاجات كتير جداً كان فيه عندنا غير المناهج التعليمية كان فيه زيارات لمدن رياضية كتير في أمريكا وفي أسبانيا وفي أمجلترا ومؤتمرات كبيرة بنحضرها فكانت بصراحة مفيدة من نسبالي وكان هدف أن أنا ترجم ده بقى يعني بشكل عام في خدمة يعني أن أنا قدر أسهم خدمة الرياضة في مصر بشكل عام دائماً ده بيبقى تدافع بتاعك انتمائك لوطنك والبلدك أن أنت بتعمل حاجة لمصر والندي الأهلي فده كانت دافع وديك هتمكن في حفلة التخرج مع بيريز ده رئيس جامعة ريال مدريد برضو دي من ضمن الحاجات يعني بقى فيه رقية في الدول الأوروبية في الحتة دي أن انت طلبة لسه داخلين جداد وكلنا في سن شباب وصغيرين ولكن فيه اهتمام بالنحية الألمية لدراجة أنت رئيس النادي وبحجم زي بيريز طبعاً يعني أكبر رؤساء اللي عندها في العالم كتاريخ يعني أنه هو اللي موجود في الحفلة هو اللي بيسلم الشهادات التخرج لنا ومتعامل لنا حفلة تكريم كبيرة جداً الحمد لله يمكن لي كانت الانطلاقة يعني وقبلها زي ما يعني تناولته السي في بشكورك طبعاً على التقديم الجميلة كان مؤتمر الشباب برضو أنا شاركت فيه في 2016 يعني كان طبعاً المؤتمر ده كان أول نوس خريف في شرم الشيخ وكنت الحمد لله من ضمن الشباب المختارين فيه وكان فيه ندوة عن نبز العنف في الملعب الرئيضية وديت بريزنتيشن كاملة لها في مجال تخصوصي قدام سيد رايس أه قدام طبعاً سيد رايس عبد الفتاح السيسي وقدمت يعني الحمد لله بريزنتيشن كانت موفقة ودي كانت نقطة انطلاق ليا برضو فالحمد لله يعني كنت دائماً بكتهد أن أنا في النهاية حاطت هدف قدامي أن أنا حاول أساهم في خدمة رياضة في مصر بشكل عام وفي النادي الأهلي اللي هو المكان المحبب لقلبي ترجمة نانسي قنقر